اخبار الوحيدة زوالا مباشرة على الاولى اهلا بكم وهذه ابرز العنوي صاحب الجلالة الملك محمد السادس ناصره الله يعطي تعليماته السامية لمختلف القطعات المعنية لتنصيق مجموع الوسائل التي يتعين تعبئتها ولتقديم المواكبة والمساعدة الضرورية لساكنة المتضررة من سوء الاحوال الجوية وتساقطات الترجية المهمة على مستوى اقاليم وزازات زاقورة وتارودان رئيس الحكومة يمثل جلالة الملك محمد السادس في اشغال القمة السادسة والثلاثين لرؤساء دول وحكومات الاتحاد الافريقية التي انطلقت اليوم بأديس ابابا والتي تنظم تحت شعار تسريع مساسة لتنفيذ منطقة التبادل الحر القرية الافريقية 18 فبراير اليوم الوطني لسلامة الطرقية شعار وهدي سنة يؤكد على اجبارية حزام السلامة في حافلات نقل المسافرين اهلا بكم في اعقاب سوء الاحوال الجوية وتساقطات الترجية المهمة التي تم تسجيلها على مستوى اقاليم وزازات وزاقورة وتارودان اعطى صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله تعليمته السامية لمختلف القطاعات المعنية لتنصيق مجموع الوسائل التي يتعين تعبئتها وتقديم المواكبة والمساعدة الضرورية لساكنة المتضررة وسيهم هذا الاجراء كافة المناطق التي تأثرت نتيجة سوء الاحوال الجوية وخاصة الدواوير التابعة لقيادات امغران واغرم نوكدال وتلوات وامرزغان وويسلسات وانزال وانقوب وتزارين وتنسفت وترناطا وتطبيقا لهذه التعليمات الملكية السامية ستقدم القوات المسلحة الملكية الدعم اللوجيستي من خلال معداتها الجوية من اجل تسريع عمليات الامداد بالمساعدات ونقل العناصر البشرية لخدمة الساكنة المتضررة ووفق بلاغ لمؤسسة محمد الخامس لتضامن اعطى صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله تعليماته السامية باطلاق عملية مساعدة عاجلة لفائدة السكان المتدردين من موجة البرد الحالية وتسقطات التلجية على اتر الانخفاض الكبير في درجات الحرارة وتروج الكتفة التي شهدت ليلة السابع عشر من فبراير خاصة في اقاليم زاقورة وزازات وتارودانت التفاصيل بتعليمات ملكية سامية تقوم مؤسسة محمد الخامس لتضامن بعملية مساعدة عاجلة لفائدة ساكنة المناطق الجبلية والنائية المتضررة من موجة البرد والثلوج بلاغ المؤسسة اكد انها ستتدخل على مستوى ساكنة المناطق المتضررة بتوفير مساعدات إنسانية عاجلة ومنتجات غذائية وأغطية فضلا عن مواكبة اجتماعية ملائمة ورعاية طبية على مستوى القرب وأضحت مؤسسة محمد الخامس للتضامن أنه سيتم إرسال المساعدات اعتبارا من اليوم عن طريق الجو مسجلة أنه ستتم تعبئة طائرات القوات المسلحة الملكية لهذا الغرض انطلاقا من مطاري الدار البيضاء بالإضافة إلى استخدام المروحيات التي ستتم تعبئتها للوصول إلى المناطق المعزولة عملية تعبأت لها المؤسسة بموارد بشرية وتقنية ولوجيستيكية مهمة مؤسسة محمد الخامس للتضامن أكدت أيضا أنه سيتم نشر فرق متخصصة تضم مساعدات اجتماعيات وأطباء تابعين للمؤسسة كما ستعمل بالتنسيق مع القطاعات المعنية وسلطة البحلية من أجل الاستجابة لحاجية المناطق المتضررة في أقاليم زاقورة ورزازات وتارودانت وانطلاقا من مطاري محمد الخامس الدولي بالدار البيضاء تنطلق عمليات الإمداد بالمساعدات ونقل العناصر البشرية لخدمة الساكنة المتضررة والتي ستتوجه إلى أقاليم ورزازات وزاقورة وتارودانت بتعليمة ملكية سامية عملية عرفت تعبئة مختلف القطاعات المعنية لتنصيق مجموع الوسائل التي يتعين تعبئتها وتقديم المواكبة والمساعدة الضرورية للساكنة المتضررة بالمناطق التي تأثرت نتيجة سوء الأحوال الجوية ولتقريبنا من أجواء هذه العملية معنا مباشرة من مطار محمد الخامس الدولي بالدار البيضاء الزميل خليد أسدون مرحبا بك خليد إذن كيف هي التحذيرات لانتلاقي عملية الإمداد بالمساعدات لفائدة سكنة المتضررة من سوء الأحوال الجوية فعلا لطفا نحن الآن نتواجد بمطار محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء حيث الاستعدادات جاري للانطلاق هذه العملية العاجلة للمساعدات بأوامر ملكية سامية في هذه الأثناء ومنذ الساعات الأولى من صباح اليوم من الساعة الرابعة صباحا بدأت المساعدات تتقاطر على مطار محمد الخامس في هذه الأثناء هذه المساعدات يتم شحنها عبر الطائرات التابعة للخطوط التي تابعة للقوات المسلحة الملكية وفي لحظات قليلة سوف تتوجه هذه الطائرات إلى مدينة ورزازات حيث سيتم إصالة لمساعدات التي سوف تتابعنا بعضا منها ما زال ينتظر دورهم من أجل تحميلها وهي عبارة عن مواد غذائية وأغطية ومجموعة من المواد التي هي أو ساكنة المدن المتضررة من انخفاض درجات الحرارة ومن الثلوجة الكتيفة سوف تستفيد منها كما قلت هذه العملية تصهر عليها مؤسسة محمد الخامس للتضامن سوف نعطي بعد هذا المباشر سوف نعطي ضيفا تابع لي هذه المؤسسة من أجل إعطاء شروحات حول هذه المساعدات الآن يتم تحميل هذه المساعدات كما قلنا وسوف نتوجه لمدينة ورزازات ومن تم عبر مرواحيات إلى المناطق المتضررة هذه الطواقم التي سوف تصهر على توزيع المساعدات الآن تستعد للرحيل إلى مدينة ورزازات العملية سوف تضم كل من ورزازات زاقورة وتارودانت المناطق التي عرفت انخفاض كثير في درجات الحرارة وتسقطات تلجية لم نشهدها من قبل ذلك فيمكن القول بأننا على استعداد لتوجيهة المساعدة سوف أعود إليك لطيفة مرة أخرى لأن هناك ضيفا تابع لمؤسسة محافظة خامس للتضامن بأجل حديث أكثر عن التفاصيل نعم خليل سنستقبلك بعد قليل إذن وكما قلت إقليم ورزازات عرف خلال اليومين الماضيين سسقطت تلجية كتفة لم يشهدها منذ عدة عقود تروحت مقاييسها في بعض المناطق ما بين 50 سنتيمتر إلى 1.40 سنتيمترا وقد تسببت تلوج في قطع عدد من المحاور الترقية مما عرقل حركة تنقل سكان عدد من الدواوير والسلطات الإقليمية ومصالح وزارة التجهيز والماء تدخلت بآليتها لفتح الطرقات كما تعمل السلطات المحلية على تقديم المساعدة اللازمة للمتدردين وضعية يرصدها روبرتاج أحمد العلوي بكاميرا أحمد الفاضلي نشرة إنذارية من المستوى الأحمر تساقطات ثلجية كثيفة فيضانات بعض الأودية والطرابات في حركة السير وصلت إلى حد الانقطاع في عدد من المحاور الطرقية لجنة اليقظات الإقليمية تجتمع لتنصيق التدخل يعني بسطادات القيم بإزاحة سوجة بسطوات الطريق الوجهة الطريق الوطني الرابط بين تارودانت وورزازات نصل إلى قيادة سكتانا الجماعة ترابية سيد حسين تساقطات ثلجية تجاوزت عشرين سنتيمتر لم تشهد لها المنطقة مثيلا منذ وقت طويل الطريق راح مقطوعة بسبب التلج ولكن المصالح صراحة الحمد لله راح كينا سواء تجهي سواء الناس دي العملاء الناس دي القيادات الناس دي الجماعة سيد حسين صراحة مجنادين باش نسلحوا الطريق هذه البلصة تتسمى بتيزين تاغتين فتساقطات تبارك الله يعني هذا الشيء ما أمرناش فيناه يعني تقريبا من جدودنات يقولون من تسعين تقريبا معمر من تاقشة بحل هذه التساقطات والحمد لله دي وأمطار الخير السلطة المحالية هنا يارد دلبال والنصر دلبال يعني كي تكون شي حاجة كي تتعلم الصراحة دانوا المجهودات جبارة طريق إلى وقفاتك توقف ربع ساعات سيفطل هنا الكمية دي الإزاحة التلوج منذ ليلة أمس تباشر فرق الصيانة التابعة للمديرية الإقليمية للتجهيز والنقل واللوجستيك والماء بتارودانت عملية إزاحة الثلوج الأمور عادت كما ترون إلى نصابها والطرق فتحت أمام حركة السير حركة السير عادت إلى طبيعتها بعد إزاحة الثلوج عملية تعبأت لها مختلف المصالح عبر اتخاذ تدابير استباقية وتوفير آليات وموارد بشرية تباشر التدخل بالليل كما النهار تنتظر بالمعلومة تنفعل الفرق الصيانة لا باش يوضعوا العليات العلامات التشوير الطرقية لحماية المستعملين الطريق تساقطات ثلجية ومطارية مهمة يشهدها الإقليم إن عكست على ارتفاع منسوب بعض الأودية نتحدث عن ود أورقا الذي تضرر منه ثلاثة عشر دوارا على مستوى الجماعة الترابية القفيفات بإقليم تارودات والحل مشروع لإنشاء قناة تحمي الساكنة من الفيضانات اليوم دخل مراحله الأخيرة تساقطات ثلجية ومطارية هي أيضا بأثر إيجابي على الفرشة المائية وارتفاع حقينة السدود أما البياض فذلكم سحر آخر يغري بزيارة المنطقة هذا الروبرتاج تبعناه من إقليم تارودانت حول الوضعية بسبب تساقطات المطارية والتلجية وكما أسلفت إقليم ورزازات عرف خلال اليومين الماضيين تساقطات تلجية كتيفة لم يشهدها منذ عدة عقود تروحت مقاييسها في بعض المناطق ما بين خمسين سنتيمترا إلى متر وأربعين سنتيمترا وقد تسببت التلوج في قطع عدد من المحاور الطرقية مما عرقل حركة تنقل السكان والسلطات الإقليمية ومصالح وزارة تجهيز والنقل وزارة تجهيز والماء تدخلت بآليتها لفتح الطرقات إذن الصور في روبوتاج أحمد العلوي بكاميرا أحمد الفضل كاسحات التلوج ومختلف آليات التدخل التي وفرتها السلطات المحلية بإقليم ورزازات لم تتوقف طيلة يوم أمس وصباح اليوم من أجل إزاحة التلوج وفتح الطرقات وتأمين سيابية حركة السير وفك العزة عن الدواوير التي حاصرت التلوج بالمنطقة خصوصا ببعض الجماعات والدواوير بالإقليم التي عرفت تساقطات تلجية غير مسبوقة فاق سمكها في بعض المناطق مترا وأربعين سنتيمترا وضع دفع بالسلطات الإقليمية والعمومية بجميع مصالحها إلى التعبئة من أجل تقديم الدعم للساكينة وفك العزلة عنها تدخلت المديرية الإقليمية الجهيز بآليتها وفرت صباح اليوم مرور ساليس وذلك عبرات وفير مرورين بوفود تسبقها وذلك بتنسيق مع السلطات المحلية وكذا عناصر الدلك الملكي والمديريات الإقليمية المجاورة للإقليم هذه التدخلات التي تباشرها مختلف المصالح الإقليمية والعمومية بإقليم ورزازات لازلت مستمرة لتقديم المساعدة والمواكبة الضرورية لمستعمل الطريق بالمنطقة والساكنة المتضررة من هذه التساقطات التلجية ومن جانب آخر شهد إقليم راشدية تساقطات مطرية قوية تسببت في فيضان بعض الأودية بالإقليم تساقطات من شأنها أن تنعيش الفرشة المائية بالمنطقة والزيادة في نسبة ملء مختلف السدود بالإقليم ونعود إلى الدار البيضاء وينضم إلينا مجددا الزميل خالد أسدون بخصوص آخر الترتيبات لانطلاق عملية الإمداد بالمساعدات لفائدات الساكنة المتضررة من سوء الأحوال الجوية وتساقط التلج مرحبا بك مرة أخرى خالد نعم لطيفة أكيد ما تابعناه من خلال الروبرتاجين يؤكد بأن هناك مشاكل على المستوى المستوى الطبيع المستوى الإنساني والإجتماعي بما أن هذه التساقطات خلفت مشاكل كثيرة بالنسبة للساكن لهذا الغرض فمؤسسة محمد الخامس لتضامن لن تقتصر فقط على المساعدات الغذائية والأقطية بل هناك مساعدات أخرى متعلقة بالجانب الإجتماعي والجانب الطبي والجانب الإنساني لهذا الغرض ولأجل توضيحات أخران الصديف معنا عمر موسى عبدالله هو المكلف بالقطب الإنساني أو الطبي والإنساني بمؤسسة محمد الخامس لتضامن سعمر مرحبا بك لكل كبان بأننا نحن موجودين الآن من أجل انطلاق هذه المساعدات اللي واضح وأنه مش غير الأغطية والمواد الغذائية ولكن كان هناك مساعدات طبية وأيضا حتى اجتماعيا طبيعة الحال طبيعة الحال هذه العملية تكتسي طابعا خاصا طابعا إنسانيا وأيضا استعجاليا ذلك لأنه مثل هذا النوع من العمل يدخل في صميم عمل المؤسسة التي تتواجد وتتفاعل مباشرة وبسرعة وبشكل استعجالي مع كل الظروف والمستجدات التي قد تترضعوا بالبلاد والمتصلة بظروف المناخية أو الطبيعية التي تفرض على الساكنة في بعض المناطق المملكة بعض الشروط الصعبة لهذا فالمؤسسة تتفاعل هنا وفي هذه اللحظة بالذات مع هذه الظروف الأخيرة التي عرفت تساقطة سلجية كثيفة ونزول لدرجة الحرارة إلى ما دون الصفر الأمر الذي جعل الساكنة في بعض المناطق كما قلت تعيشه في ظروف خاصة وعويصة والمؤسسة لا تتوانى في ظل هذه الظروف إلا أن تكون بجانب الساكنة التي تمر بهذا النوع من المحن وكذلك أيضاً لابد من إشارة على أن هذه العملية هي عملية قلت إنسانية اجتماعية وطبية بحيث أن المؤسسة عبأت جميع الأطقم الطبية والمساعدات الاجتماعية والأطباء ليكونوا بجانب الساكنة لخدمتهم في ظل هذه الظروف القاسية سامر أكيد بأن هناك مجموعة من سدخلات سوف تقوم بها هذه الطواقم طيب شو نوع المساعدة لربما أنتم وضعينها بالبيان ومستعدين لأنكم تقدموها للساكنة هنا بطبيعة الحال أن العمل الإنساني في ظل هذه الظروف الخاصة والاستثنائية سيكون متوازياً ومتمشياً مع كل حالة حالة ومع ظروف كل منطقة منطقة بحساب الحاجيات ديال السكينة في ذاك المناطق بحيث أنه طبعاً يعني المواكبة والمرافقة الاجتماعية للمساعدات الاجتماعيات سيكون له لا محالة مفعول جدهاً للوقوف إلى جانب الساكنة في مواقعهم وفي أمكنتهم وفي ظل طبعاً يعني ذاك الظروف المناخية القاسية وكذلك أيضاً الأطباء سيعملون جاهدين على يعني على تقديم الخدمات الطبية لفائدة المحتاجين لها مع تقديم طبعاً الأدوية المناسبة والتي سيوصي بها الأطباء وكذلك أيضاً لبداً من الإشارة على أن هذا العمل هذا إنما يكون بتنسيق تام بطبيعة الحال مع شركاء المؤسسة دائمين بعدما تمت عملية التعبئة والتهيئة لإنجاح هذا العمل الاستثنائي والاستعجالي بشكل جيد وفي ظروف حسنة سيد عمر موسى عبد الله المكلف بالقطب الطبي والإنساني بمؤسسة محمد الخامس لتنظامه أكد سوف ننتقي هناك من أجل عن قرب من أجل التعرف عن العمل عن قرب لطيفة ما زالت عملية شحن المساعدات مستمرة كما قلت في نواء أخرى سوف تنتقل هذه المساعدات عبر الطائرات التابعة للقوات المسلحة الملكية لمدينة ورززات وعبرها إلى زاقورة ثم تارودانت عبر مروحيات عبر طواقم تم إعدادها لهذا الغرض أكيد بأننا سوف نتابع كل هذه التفاصيل من هناك من المناطق المعنية أكيد خليد شكرا لك وشكرا لضيفك على كل المعطيات التي قدمها لنا في ظل التعبئة من أجل خدمة الساكنة المتضررة من سوء الأحوال الجوية شكرا لكم مرتفعات الأطلس الكبير إذن شهدت تهاتل كميات كبيرة من التلوج والرداء الأبيض امتد على طول الطرق لكن محطة أوكيميدن لم تفتح لسوء أحوال التقس ولتفادي مخاطر الطريق التلوج تجلل هامات جبال الأطلس الكبير تكاد تحجب أدم السماء تستكين البيوت الطينية بوداعة تحت رداء أبيض الطريق تحفو التلوج من كل جانب لا يسمع إلا حفيف الريح وهدير الكاسحات الطيف الأبيض بشير موسم الخصبي وتوافد السياحي وامتلاء بطون الوديان من مرتفعات الجبال تتسرب رياح بريدة تشيع طقسا شتويا لطانما استعجلته الساقينة بكثير من الرضا وغير قليل من الحسرة تعود قوافل السيارات على عقبيها فالطريق إلى أوكيمدن أغلقت لسوء أحوال الجو جئنا من مراكش كنا نرغب في زيارة محطة أوكيمدن للتزلج للأسف هي مغلقة كمية الثلج الكثيف حالت دون تقدم بسيارة يرجع التزلج لمرة أخرى على التقس يكون بأحسن حال وتغير الوجهة فالجهة لا تعدم فضاءات سياحية رائعة إقليم الزاقورة عرف بدوره تساقطات المطرية وتلجية هامة وبالرغم مما أحددته من عزلة لساكنة المناطق النائية والجبلية فإنها بالمقابل أنعشت الفرشة المائية وأحية الأمل في موسم فلاحي جيد حنان أرسلان وعلي النوا تساقطات المطرية هامة شهدائق لمزاقورة في الفترة الأخيرة سجلت مقيسها خلال الأربع والعشرين ساعة الأخيرة سبع عشرين مليمتر ومع هذه الأمطار استبشر السكان خيرا فبعد سنوات الجفاف الطويلة تغير المشهد ليحمل واد درعة بعد طول نضوب وكتشوفوا بأن الواد يعني بواحد حمولة اللي ماشي سهلة اللي حالنا كما قلنا كحل جامع الفلاحة فرحنا وراء الصورة خير ودليل بأنشوفوا هذه الحمولة اللي وحل المودة هذه وحنا كانت سنوها الحقيقة كان الحمد لله ونشكروه بهذا الأمطار الغازية اللي شهدتها الواحة وكما كان عفو أنه مجموعة من الفلاحين ولا الساكنة عزة غورة محتاجة باش شوف هذا باش يسقينا الله سبحانه وتعالى بلغي تعاد الأمطار وكل شيء ده نفض الله سبحانه وتعالى كما كتشوفوا النص قريبا قاعد فرحانين جوا يخرجوا باش يشوفوا هذا الأمطار ودرعة وجهة درعة تفيلات كلها محتاجة لهذه القطرة ديال المياه من بعد سنوات عجاف ديال الجفاف والحمد لله غادي تنتاج الآن الفرشة المائية تنتاج الفرشة المائية لأن الآبار الآبار وصلوا الواحد المستوى اللي صراحة يحوز في النفس الحمد لله على سعى زينان باركة مسعودة والله لا فرحانين بشتا وفرحانين بهاد الخير الحمد لله شحال دمشنا هذا الخير الله يجعلوا ديال الرحة الله ينزل الرحمة في القلوب الحمد لله سقوا النخيلات وسقوا الجنانات والحمد لله هي القلب ديال النخيل والحمد لله لا بكله فرح فرحانين بهاد شتا الحمد لله فرحانين بها الأمطار والغزيرة التي شهد إقليم زاقورة ورغم ما تسببت فيه من أضرار وعزلة بنسبة لساكنة المناطق النائية فهي بالمقابل أحيط الفرشة المائية وأحيط معها الأمل في إنقاذ الموسم الفلاحي الحالي خصوصا منتوج النخيل الذي تشتهر به المنطقة وننتقل إلى إتيوبيا حيث مثل رئيس الحكومة عزيز أغنوش صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله في الدورة السادسة والثلاثين لقمة الاتحاد الإفريقية التي انطلقت صباحا اليوم بأديس أبابا بمشاركة رؤساء دول وحكومات أربعة وخمسين دولة عضوا في الاتحاد ويتألف الوفد المغربي المشارك في القمة من وزير الشؤون الخارجية وتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمة بالخارج ناصر بوريتا والسفير الممثل دائم للمملكة لدى الاتحاد الإفريقي واللجنة الاقتصادية لإفريقيا تابع للأمم المتحدة محمد عروشي والسفير المدير العام للوكالة المغربية لتعاون الدولي محمد بسقال وستنكب القمة التي تنظم تحت شعار تسريع مسلسل تنفيذ منطقة التبادل الحر القارية الإفريقية على بحث عدة قضايا من بينها الإصلاح المؤسسة للاتحاد وحالة سلم والأم بالقارة ومنح مقعد للاتحاد الإفريقي داخل مجموعة العشرين فضلا عن الأزمة الغدائية العالمية وقضايا أخرى راهنة ويوم أمس وجه صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله رسالة ملكية سامية إلى المشاركين في الدورة الثانية لمؤتمر رؤساء الدول والحكومات للجنة المناخ الخاصة بمنطقة الساحل الذي افتتح بأديس أبابا وأكد جلالة الملك أنه لا يمكن كسب معركة المناخ في منطقة الساحل إلا بالتأبئة المطلة للموارد الداتية لدولها مشددا جلالته على ضرورة الحرص على اقتران ذلك بدعم مالي دولي يرقى إلى مستوى تطلعات خطة الساحل للإستثمار في المناخ رسالة الملكية لها رئيس الحكومة عزيز أغنوش حفيد الهواري أشارت الرسالة الملكية السامية إلى أن انعقاد الدورة الثانية خلال مؤتمر رؤساء الدول والحكومات للجنة المناخ الخاصة بمنطقة الساحل يتيح الفرصة للجميع لمعرفة مدى تحقق الأهداف التي تم تحديدها خلال المؤتمر الأول المنعقد في نيامي سنة 2019 وهي تنزل على أرض الواقع وأشارت الرسالة الملكية بالدور القيادي لفخامة الرئيس محمد بزوم الذي مكن الجميع من مواصلة عملية تنزيل هذه الأهداف على أرض الواقع بكل عزم وتصميم تشير التوقعات إلى أن تقلبات مناخية بالغة الشدة ستشكل تهديدا مباشرا لحياته نحو 118 مليون إفريقي من الفئات الأكثر فقرا بحلول 2030 إذ يرتقب أن تتسع دائرة الفقر داخل مجموعة دول الساحل الخمس لتشمل بحلول 2050 أعدادا إضافية قدرت ب13.5 مليون شخص وعلاوة على ذلك ورغم هذه الحصيلة المهولة فإن قارتنا لم تتوصل إلى غاية سنة 2020 إلا بـ 12% من التمويلات المناخية الدولية أجل إنه لا يمكن كسب معركة المناخ في منطقة الساحل إلا بالتعبئة المثلة للموارد الذاتية لدولها مع الحرص على اقتران ذلك بدعم مالي دولي يرقى إلى مستوى تطلعات خطة الساحل للاستثمار في المناخ ويسند هذا المطلب الأساسي على الخطوة التاريخية التي تكللت بها القمة السابعة والعشرون لمؤتمر الأطراف والمتمثلة في أحداث صندوق للتعويض عن الخسائر والأضرار المتفاقمة جراء الأزمة المناخية فأي منطقة في العالم بوسعها أن تجسد من وقع تضررها مدى الحاجة المرحة إلى إنشاء مثل هذا الصندوق إن لم تكن منطقة الساحل ذاتها وذكر جلالة الملك محمد السادس نصره الله بأنه أعلن في خطابه بمناسبة المؤتمر الأول للجنة المناخ الخاصة بمنطقة الساحل عن كون المغرب قد أوفى بتعهداته عبر الدعم الذي يقدمه للجنة فيما يتعلق بتعزيز القدرات والمساعدة التقنية والدعم المالي من أجل إعداد دراسات الجدوى اللازمة لاستكمال خطتها المتعلقة بالاستثمار المناخي كما أن المملكة المغربية التزاما منها بهذا الموقف ما فتأت توفر المساعدة التقنية الضرورية لأداء مهام اللجنة وهي عازمة على مواصلة عملها بنفس الحرص والإصرار من أجل استكمال تنفيذ خارطة الطريق الموقولة إليها في هذا الشأن على الرغم من الصعاب التي ما زالت تعيق العمل الإفريقي الرامي إلى مواجهة تحديات الأزمة المناخية فإنه بوسعنا أن نهني أنفسنا على النهج الحكيم الذي ارتضيناه نحن القادة الأفارقة ألا وهو نهج العمل الإقليمي القائم على التنسيق والتشاور وما الاجتماع رفيع المساوى الذي عقدته لجان المناخ الإفريقي الثلاث على هامش الدورة السابعة والعشرين لمؤتمر الأطراف بمبادرة من أخوي الرئيس ماكي سال ورئيس ساسون جيسو إلا تجسيد لهذه المقاربة التضامنية التي ينبغي تعزيزها كما أن من شأن الارتقاء بمساوى التنسيق بين الهياكل الإدارية للجان الثلاث أن يعزز انسجام عملنا المشترك من أجل قارة تتمتع بقدرة أكبر على مواجهة التغيرات المناخية والتصدي لأثارها وأكدت الرسالة الملكية السامية أن الالتزامات التي قطعها المغرب على نفسه بمناسبة قمة العمل الإفريقية الأولى المنعقدة بمراكش في سنة 2016 على هامش القمة الثانية والعشرين لمؤتمر كوب 22 ستظل نبراسا ينير طريق جهودنا من أجل ضمان صمود قارتنا في وجه التحديات المناخية وتحقيق طموحات الأجيال الإفريقية المستقبلية والسلام عليكم وحمد الله محمد سيس الهودي مغوك ويحضر معنا ضيفا في الأستوديو سيد عبد العالي الطاهري خبير في الشؤون البيئية والتغيرات المناخية محبوبكم سيد طاهري إذن الرسالة الملكية شكلت تذكيرا بالمراحل التي مر بها التعاون الإفريقي جنوب جنوب في مقاربة تضامنية لمحاربة تدعيات التغير المناخي ما هي أهم هذه المراحل؟ أولا وقبل الإجابة على سؤالكم ارتباطا بمضامين الرسالة الملكية السامية للدورة الثانية لمؤتمر رؤساء الدول والحكومات للجنة المناخ الخاصة بمنطقة الساحل وجب طرح قراءة كرنولوجية يجب التذكير على أن المغرب تبنى سياسة إجرائية منذ اعتلاء صاحب جلالة عرش الملاكة المغربية وذلك بقيامه بخمسين زيارة لمختلف الدول الإفريقية شكلت أو مثلت توقيع أكثر من ألف اتفاقية بمعدل عشرين اتفاقية عن كل زيارة وهذا تأكيد على أن جهات الملك والدولة المغربية بجميع مؤسستها الدستورية تمنت سياسة إجرائية بعيدا عن شعارات التي ليس لها ما بعدها فيما يتعلق بالرسالة الملكية الخاصة بهذه الضورة الثانية المنعقدة في العاصمة الإيثوبية هذه صبيبة هي جاءت أولا لتسائل جميع رؤساء الدول والحكومات عن مدى اتزامها بتنزيل مخرجات وتوصيات الضورة الأولى المنعقدة سنة 2019 بنيامي عاصمة النيجر وهذا سؤال مفصلي ومشروع إذ لا بد من طرح حصيلة وتأكد مما تم تحقيقه ومما يجب تحقيقه زيد على ذلك يجب التأكد على المسألة المغرب وأقول بعيدا عن الشعارات أصبحت دولارائدة بشهادة كبرايات المؤسسات الدولية وفي مقدمتها الممتحدة وهو متأكد في آخر قمة مناخية بشرم الشيخ وقبلها بإيجلاسكو عندما أكدت تقرير رسمي عن القمة المناخية بإيجلاسكو أن المغرب يحتل الآن المرتبة الرابعة عالميا ضمن لائحة تضمي 74 دولة على مستوى محارب التغييرات المناخية وهذا أمر لم يأتي من فراغ بل أتى من السياسة الملكية التي تم تبنيها سنة الفين السعود مع استراتيجية وطنية للطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية ما أهمية خلق آلية للتنصيق بين الهيئة الإدارية للجان الثلاث كما دعا إلى ذلك جلالة الملك أكيد أن هذا التنصيق أول ما يتم التركيز عليه في أي تنصيق إداري أو مؤسستي قاري خاصة نحن نتحدث عن قارة تضم مليار 421 مليون نسمة أي ما يشكل 17.8% من نسمات العالم التي تبلغ الآن أزيد من 8 مليار هذا التنصيق هو آلية لتنزيل توصية المخرجات أكيد أن المغرب اليوم وعندما توجه إلى العمقية الإفريقي على مرجعية قاعدة رابح رابح توجه أولاً ونكون صرحاً خاصة مع هذه الحملاء الشعواء التي تساقطها فرنسا في الخفاء على المستوى الاتحاد الأوروبي قادة خطة استراتيجية تخرج إفريقيا من دائرة الاستنزاف والاستقلال الغربي عبر صيغة استعمار جديد اقتصادي المغرب اليوم يتحرك على مرجعية استثمارية استثمار أصمار البشري الإفريقي لصالح المواطن الإفريقي وتأكد ذلك من خلال صدير التجربة المغربية لصفقة على المستوى الاستثمار المناخي ولكن في جميع المجالات في مقدمتها الذكاء الصناعي بل المغرب الآن يصدر ناموذجه الاقتصادي دون إخفاء ومواربة في تأكيد واضح على أن المغرب يشارك القرى الإفريقية أمالها وتطلعتها لأن أهم تكتل يمكن مواجهة به تكتلات الغربية الشارسة ليس فقط المنافسة وتكتل إفريقي لأن إفريقيا هي صلة غداء العالم إفريقيا هي أهم مصدر للطروات الطبيعية لكن أن يجب أن يتم استثمار هذه الطروات برأسما البشري إفريقي لصالح إفريقيا نعم طيب سيد طهيري رسالة الملكية نبهت إلى مدها شاشة القرى الإفريقية ومنطقة الساحل خاصة أمام تدعيات التغيرات المناخية أين تتجلى التحديات التي توجهها القرى في هذا الإطار ومدى يقوم به المغرب في المساعدة على مواجهتها ورفعها أولا أنا ذكرت أن المغرب ذهب إلى بعد الحدود المغرب لا يتعامل بلغة تجارية فقط المغرب صدر نموذج اقتصادي لسا فقط خبرة المغرب يستثمير الرأسمال الطاقي والطروة الطبيعية الإفريقية برأسمال مكون من طرف خبراء مغاربة حتى تكون هذه الدول الإفريقية خاصة في منطقة الساحل وبدولها الخمس قادرة على موجهة التحديات كما ذكرتم وهي المتعلقة في تحدي الأول المرتبط بسنة 2030 أي أننا سوف نصبح أمام زيادة بـ 118 مليون نسمة من السكان الذين يعيشون هشاشة تزداد هشاشتهم أيضا على مستوى مدى زمني في حدود 2050 سوف تزداد الهشاشة لتصيب 13.5 مليون نسمة المغرب اليوم يؤمن على أن التوجه إلى أعيدها تكوين الرأسمال البشرية الإفريقي واستثمار وحسن توضيف الطروات بعيدا عن الاستغلال الغربي هو الحل أنجع لخروج إفريقيا من هذه الدائرة الاستغلالية لتبكن إفريقيا أن تأخذ زمان ومستقبلها بنفسها جاءت الملك الآن يشارك إفريقيا الخبرة المغربية المغرب اليوم وكما ذكرت منذ سعود ومع تبني استراتيجية الوطنية الطاقة المتجديدة حقق نتائج مبهرة ومنجزة مبهرة لا عن مستوى الطاقة الشمسية بمشاريع نور واحد نور طين نور ثلاثة نور أربعة لا عن مستوى الطاقة الريحية بالعدد من مناطق المغرب في الشمال لا عن مستوى سلسلة جبال الريف ولا عن مستوى العيون أو أسفي أو طرفايا أو الدخلة المغرب اليوم دخل إلى مرحلة أصبح أحد أهم منتج ما يصطلح عليه النفط النظيف أو الهيدروجين الأخضر وأصبح يتحرك بمرجعية الدبلوماسية الطاقية لأن الطاقة لم تعد فقط مصدر لتحريك الإنتاج والاقتصاد لكن أصبحت ورقة للتفاوض الدبلوماسي والحسب في العديد من النزاعات والصراعات الدولية شكرا لكم على كل هذه المعطيات وعلى حضوركم السيد عبد العالي الطاهري خبير في الشؤون البيئية وتغيرات المناخية وإلى قصة قديمة إن شاء الله 18 من فبراير من كل عام موعد سنوي للإحسفال باليوم الوطني للسلامة الطرقية يوم للتحسيس بمخاطر حوادثية السير على الأفراد والمجتمعات وأتارها الصحية والاقتصادية شعار اليوم الوطني هذه السنة يركز على إجبارية استعمال حزام السلامة داخل الحفلات وهذا الموضوع كان محور لقاء بمراكش تناول تجديد حضيرة النقل العمومي الذي سيساهم في توفير نقل آمن ومريح للمسافرين من المحطة الطرقية بمراكش ربورتاج سبيا بلعياشي ومحمد حسن مذكور حافلات من مختلف الأعمار بعضها لا زالت في حالة جيدة وأخرى أضنتها الكيلومترات وسنوات العمر الزائدة والتزام من الوزارة الوصية بتصحيح الوضع لكي تصبح جميع الحافلات العمومية صالحة لنقل مريح من شأنه الاستجابة لانتظارات المواطنين ومهني وفاعل القطاع جديد الأسطر هو الأهم في السلامة الطرقية جميع الحواج على ملك يكون عندك واحد في الماتر سيارة جديدة ما شيء لديك سيارة قديمة غادي تعود بواحد المرضودية المهني وغادي تعطي واحد الإقبال للمواطني للسفر عبر الحافلات اللي غادي تكون الحافلات في واحد الشكل اللي هو تيضمن الراحة وتيضمن الوقت المحدد في السفر وتيضمن حتى واحد الاطمئنان ديال المواطن أو ديال أرب الحافلة كذلك برنامج التخلي عن جميع الحافلات التي يتجاوز عمرها 15 عاما في أفق 2026 سوف يكلف الوزارة حوالي 500 مليون درهم علما بأن حضيرة حافلات النقل العمومي بين المدن تشمل حوالي 820 حافلة يتراوح عمرها بين 11 و20 عاما و450 حافلة يتجاوز عمرها 20 سنة قد يكونوا ملفات ديال الاستثمار اللي غادي تعاون فيهم الوزارة مبارغ مالية مهمة محترمة اللي غادي تنفأ السادة النقلين ويخرجوا من هاد الورطة اللي هما كيعيشوا في هاد الجديد الحاضرة لأنه كانت فعلا حقيقة كانت الآن حافلات يعني تفوق 30 سنة أو 40 سنة يعني ما أبقاش الوقت في هذه الخصوات تقدم في المغرب أو في الطرقات المغرب ولا تنسبت المسافر تجدر الإشارة إلى أن تجديد حضيرة النقل العمومي تدخل ضمن العديد من النقاط التي تهم إصلاح القطاع والتي تم تدارسها خلال اللقاء الأخير الذي جمع بين وزير النقل واللوجستيك ومهني قطاع النقل والمسافرين بالرباط وينضم إلينا مباشرة من الدار البيضاء السيد محمد عبد الجليل وزير النقل واللوجستيك مرحبا بكم سيد الوزير وفي البداية وكما نعلم جميعا تعرف عدد من مناطق بلادنا تساقطات ماترية وتلجية كتيفة تسببت في قطعي الطرقات وفي عرقلة حركة السير في بعض المناطق نصى إحكم المواطنين للحفاظ على سلامتهم في هذه الظروف شكرا للاطفاء على الاستضافة في هذه المناسبة نريد أن ندعو المواطنين من المزيد من الحضار على الطريق خاصة في هذه المناطق لتتعرف تساقطات تلجية ومطرية كتيفة وهذه النصائح يعني بسيطة الخفض من السرعة واحترام تعليمات سلطات وفرق إزاحة التلوج ديال وزارة الجهيز وإذا كان ممكن تجنب السفر ليلا باش يتفادوا الحوادث في هذا الوقت هذا نعم طيب سيد الوزير اليوم هو اليوم الوطني لسلامة طرقية هي مناسبة نقف معكم فيها عند السياق العام الذي يندرج فيه هذا الحدث وعلى الوضعية الراهنة لإشكالية نعدام سلامة طرقية ببلادنا لطيفة بغيت نذكر بأنه هذا التخليد هذا دياليوم 18 فبراير تيجي منذ سنة 2005 حيث طرأس صاحب الجلال صلى الله اجتماع وزاري متعلق بالسلامة الطرقية لما نظران الأهمية التي تيوليها سيدنا الله ينصروا الموضوع ديال السلامة ديال المواطنين هذا اليوم صباح ديبا مناسبة سنوية هذه المناسبة السنوية باش نقيموا الإنجازات ونحدوا الأولويات والرهانات باش ندعيوا الناس على جميع المجسوايات لا المحلي ولا المنكازي باش يواصلوا العمل ديالهم والجهود ديالهم فيما يخص سلامة الطرقية وأيضا باش نتقلوا برامج جديدة من أجل تحسين سلامة الطرقية في المغرب وبالنسبة الوضعية هذه السنة تحسنت مقارنة بألفين وخمستاش لانهي السنة المرجعية عرف عدد القتلان خفاظ بعشرة في المياه هذا جيد مشجع ولو أنه تبقى ضعيف مقارنة مع الهدف ديال الاستراتيجية لمسترى وهو تخفيد بنصف في غضون ألفين وستوى عشرين نعم نعم سيد الوزير خلال اليوم الوطني لهذا العام رفعتم شعار من أجل الحياة واخترتم هذه سنة تسليط الضوء على أهمية استعمال حزام السلامة داخل حافلات النقل العمومي للمسافرين دوافع هذا الاختيار نعم نعم للاطفاء النقل العمومي بالحافلات تبقى هو الوسيلة الأكثر أمانا على الطرق هذه خصنا نعرفها رغم ذلك تكون الحوادث جد مفجعة نظرا لعدد الركب الركب ف لخص المواطن يعرف أنه عند انقلاب حافلة إذا قدر الله تبقى حزام السلامة هي الوسيلة الوحيدة لتجنب الجروح البالغة فلذلك اخترنا هذا الشعار بش نوعي مستعمال النقل العمومي للمسافرين بالحافلة بضرورة ربط حزمتهم للمساهمة في سلامتهم نعم آخر سؤال سيد الوزير أشرتم خلال تدخلاتكم الأخيرة عبر وسائل العالم الوطنية إلى ارتفاع عدد القتلى ضمن مستعمل الدراجات النريا فهل هناك براميج أو مشاريع مستقبلية لتقليص من هذا النوع من الحوادث وخصوصا أن أصحاب دراجات النريا في كتير من الأحيان لا يستعملوا الخودات الواقية شكرا شكرا للأرتفاع حقا من خلال الإحصائيات ديال هذه السنة هذه تبين أن العدد ديال القتلى داخل فئة مستعمل الدراجات النريا عرف واحد الارتفاع حقيقة مهو غير مسبوق لأنه سجلنا 1450 وفات سنة 2022 مقارنة مع 850 سنة 2015 والنص من هاد الناس هاد شبان متى يتجاوز العمر ديالهم سعود وعشرين سنة هذا حقيقة جد مقلق وأيضا جد مؤلم هاد السنة ان شاء الله غادي انتلقوا مع الوكالة الوطنية السلامة الطرقية وجميع المتدخلين برنامج خاص للحد من التدهور ديال الحالة هذه المشاريع الأهم ديال هذا البرنامج غادي تقوم على التوعية وعلى التحسيس باش نستهدفوا هاد الفئة هادي من مستعمل الطريق غادي تم ايضا عبر شديد المراقبة ولا سيامة فيما يخص نوعية ديال المحركات ديال بعض الدراجات النارية وطبعا الحد على استعمال الخودة وهذه الخودة اللي خصها تكون تتستاجب المعايير الدولية ديال الوقاية شكرا لكم سيد محمد عبد الجليل النقل واللوجيستيك على كل هذه المعطيات وشكرا على مساهمتكم معنا في نشرة الدهيرة في الميدان الرياضي يواجه فريق الرجاء الرياضي عشية اليوم فريق سمبا التنزاني بميدان الأخير برسم الجولة الثانية من منافسات المجموعة الرابعة لدور أبطال إفريقيا في كرة القدم وسيبحث فريق الرجاء عن الفوز الثاني بعد انتصاره في اللقاء الأول على فريق فيرس الأغندي بخماسية نظيفة نهاية هذه النشرة تذكير بأبرز العنوين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله يعطي تعليماته السامية لمختلف القطاعات المعنية لتنصيق مجموع الوسائل التي يتعين تعبئتها ولتقديم المواكبة والمساعدة الضرورية لساكنة المتضررة من سوء الأحوال الجوية وتسقطات التلجية على مستوى أقالي مورززات زاقورا وتاروداند رئيس الحكومة يمثل جلالة الملك محمد السادس في أشغال القمة السادسة والثلاثين لرؤساء دول وحكومات لتحاد الإفريقية التي انترقت صباح اليوم بأديس أبابا والتي تنظم تحت شعار تسريع مسلسل لتنفيذ منطقة التبادل الحر القارية الإفريقية 18 فبراير اليوم الوطني لسلامة الطرقية شعار هذه سنة يؤكد على إجبارية حزام السلمة في حافلات نقل المسافرين شكرا لكم على حسن المتابعة وإلى الغد بإذنها ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر